بسم الله الرحمن الرحيم. انا في صحيح بحضراتكم. الفيديو ده احنا نتكلم على عب صامر الزازولي. اللعب المغربي اللي بتعرض لضغط كبير جدا. من الاتحاد الاسباني اول ما سايد وحيد خلال زودش اعلم. ان عب صامر الزازولي تم انضمامه للمنتخب المغربي او قيمة المنتخب المغربي. اللي مشاركة في كاس النوبة في ركاة الكابل عشرين واثنين وعشرين. والدنيا قيمة وما عادتش. وبص عزيزي احنا نتكلم مع انا برشلونة نتكلم على اسباني. وانا بقالي فترة بتكلم على برشلونة والمشروع بتاعنا اللي قايمة على لعبة اسباني. فلما تلاقي ان الاتحاد الاسباني كان بيحاول يضغط على عب صامر الزازولي علشان لمسلش المنتخب المغربي ويستنى اي دعوة جاي من المنتخب الاسباني فصدق الكلام ده. والكلام ده مهم جدا على فكرة برشلونة. والكلام ده فيه سوابت بتقول ان واضح ان المشروع بتاعنا كده ربنا يستر علينا مشروع شافي ومشروع اللابورطة. بس قصة عب صامر الزازولي بصراحة خلتني ارفع الشابو لعب صامر. وقال اللي ستغير بس بيتعلم. بيتعلم من اخطاء الغير. اخطاء الغير مونير الحدادي. مونير الحدادي لما كان لسه طالع وكان واضح ان الولد يعني ناس بتقول ان هي مستبشرة فيه خير في برشلونة. الاتحاد الاسباني راح مجنسه. وبعد كده الاتحاد الاسباني قال له سكت السلامة. فعب صامر الزازولي سكت ان هو شاف ان فيه لعيبة خالوا الخطوة دي. وفشلوا. مش اقرارها. بصراحة عجبتني. بالرغم ان عب صامر على فكرة ممكن يتضر. ممكن يتضر جدا لو راح مع المنتخب المغربي في الكاميرون ولن يشارك ورجع لها فيلان تورس ما اخد مكان. وفيلان تورس هيتم دعمه بطريقة غير طبيعية. وجافي بيتم دعمه بطريقة غير طبيعية. وعسما ان دمبيلي كارف على الفرقة ومش عايز يشارك. فعلى فكرة فكرة ان عب صامر الزازولي يروح مع المنتخب المغربي. هو بيعرض مسارته للخطر مع برشلونة. وده بجد مش بهرق والله. عب صامر الزازولي ممكن يروح مع المنتخب المغربي. انت تبقى شاف ان الموضوع عادي جدا وشرف ان هو يكون موجود مع المنتخب المغربي ويرجع الي ان هو مريش مكان في برشلونة. وقتها يهتم التعامل معك ان انت تعالى انت بقيت لعب عربي خلاص انت دلوقتي الضغط وكلام ده يبدأ يتحطى عليك لان انت طول ما انت لعب اسباني انت حبيبنا وميننا وعمنا. انما انت لعب دلوقتي فضلت المنتخب المغربي على المنتخب الاسباني. لا تعال خود احنا محتاجين نعمل معك طلع. فلان انت فاهم ان القرار ده ممكن يكون سهل عليك. فالقرار ده صعب جدا على غيرك. فانا فصراحة بحيي جدا عب صامر الزازولي. بحيي عب صامر الزازولي على الاسابات. وبعلى اختياره للمنتخب المغربي. وبقول له ربنا وفاك اتني. وترجع تلاقي فلان تروس مصاب. ترجع تلاقي فلان تروس وصابه عصم النبيل. يا كده كده المسلم تهارف. يلا في ده يا عمي المسلم بس بصراحة عجبتني جدا وكيفني جدا ان انت محافظ على سبعتك ومحافظ على اختيارك ان انت ناشنال منتخب المغربي. فاليا سكوتوا جميعا في برسلونة في قاعد جحيم لابورت واتشافي ومعاونيهم والياماني وكل اعوانهم في الصحافة الاسبانية. انا عشبك هذا الفيديو اعمل لايك ولا اعشبك. فتذكر دائما ان انا كمشاجهين برسلونيين بنحسب دائما. خليونا نشجع لفرقة والسابونا وخرعنا.